اهلا بكم من جديد نرجع لتحليل ارقام مرة اخرى ومعي على الهاتف الدكتور مجد عثمان رئيس مركز بصيرة لاستطلعات الرأي العام دكتور مساء الخير يا فن مساء نور اهلا وسهلا يعني بعد ما يعني الدنيا خدنا برها كده نقنا نبص على الارقام واو المؤشرات الاولية طبعا لسه ندائج ما طلعتش حيب اسألك على الاصوات البطلة واعتقد ان كان لك وجهة نظر في هذه الاصوات البطلة انه بالفعل هي قريبة جدا من اصوات المرة اللي فاتت الانتخابات اللي فاتت وانتو عندكو مؤشر للمبطل عمدا بالضبط والحقيقة انا كمان بسيت على انتخابات الجولة الاولى في انتخابات الرئاسة لماضيه 2018 حديك عارس ان الجولة الاولى كان فيه كل الوان الطف السياسي فما كانش فيه مبرر لاي حد يقاطع او يبطل صوته عن عمد وكان عدد الاصوات البطلة في هذه الانتخابات حوالي ربعمائة الف في جولة الاعادة عدد الاصوات البطلة زياد من ربعمائة الف والتونمائة الف احنا بتكلم عن ربعمائة الف وهم الانتخابات اللي ربما يكونوا بيبطلوا اصوات عن غير دراية طريق الانتخاب ارتفعوا في الجولة التانية لانتخابات الرئاسة لتونمائة الف وارتفعوا المرة دي بمليون زي ما حررت قلتي انه الزيادة اللي حصلت من انتخابات الرئاسة كولة تانية دلوقتي حوالي تقل شوية 200 الف لكن كانت يمكن 600 الف هم اللي واردين موقف يعني ابطال عن عمدي و400 الف هم اللي ربما اللي محتاجين احنا نثقافهم اكتر ونترابهم على طب ليه حسبتها 600 الف مش 200 الف بس لاني لما بسيت على انتخابات الرئاسة لعام 2018 الجولة الاولى مقارنة بالجولة التانية الجولة الاولى كانت 300 الف اصوات باطلة والجولة التانية كانت 800 الف فبالتالي الزيادة اللي حصلت في مدى ازوائيين دي في الغالب يكون موقف سياسي ما هواش عدم المام بطريقة التصوير عشان كده بقول ان 400 الف الاولين هم دول التأدير بتاع الابطال الغير مقفوط و400 الف هم الابطال المقصود في 2012 ليضافي لهم 200 الف جدا فحنا بتكلم على حالي 600 الف اللي هم يعني لا يشكلوا نسبة كبيرة ولكن محتاجين نحن ايضا ناخذها في الاعتبار لا سيما وانها في هذه المرة نسبة فقط نسبة اللي حصل عليها البسيط حمين ايه اكتر ما لفت انتباهك في هذه الانتخابات وانت بتبص على الارقام دي ايه اكتر حاجة لفتت انتباهك في الارقام يعني اكتر حاجة لفتتني انا عدت بص على نسب المشاركة في المحافظات وقارنت بيه نسب المحافظة نسب المشاركة في 2012 مقارنة في 2014 زي ما حدرتك قلتي انه نسب المشاركة العامة في المحافظات كان من 47% في هذه الانتخابات انا عندما نظرت الى المحافظات اللي فيه سبع محافظات نسبة المحافظات فيها اقل من 37% يعني اقل من 10 درجات 10 قمة اوية عن المحافظة العامة والسبع محافظات دول محافظات اساسا في السعيد زائد الوادي كيديد يعني محافظات في الجنوب نصف يعني في ابني زائد الوادي كيديد المحافظات السبع دول في 2012 كانت نسب المشاركة فيهم مرتفعة يعني لا تياما مثلا محافظة زي الخيوم كانت نسب المشاركة 50 وستة من 10 بقى 30 واربعة من 10 فهنا فرق جدير اوية وده طبعا بيبين عنه دي الكتلة بتاعت الاخوان اللي قررت انها لا تشارك لو حسبنا كتلة الاخوان اللي قررت لا تشارك للاقيها انها الحقيقة كتلة يعني تدل على انه هناك قادمين بودد لهذه الانتخابات بمعنى انه في ناس عوضت حجم الاخوان الحقيقة في فنس وهو ده السؤال التاني الحالة عايزة اسأله لحضرتك يعني احنا دلوقتي نسب المشاركة العامة يعني نتكلم في 25 مليون تقريبا مقارنة ب26 و420 ألف احنا بنتكلم في تقريبا مليون و400 ألف صوت فارق بين الانتخابين ده معناها ان فيه تعويض حصل من قادمين جدد لكتلة الاخوان اللي خرجت لا تقديري لانه زي ما هردت تذكري انه الانتخبه محمد مرتي في الجولة الاولى كان احوالي 5 مليون ودول في الغالب اللي كان قدامهم عمامة وخطوح قدامهم في العوة فالتالي هم دول اللي يمكن مرتبطين تنظيميا مع الاخوان فال5 مليون دول الفارق بين الانتخاب 2018 و2014 ما كانش 5 مليون ده كان مليون بس فده معناها انه فيه 4 مليون اخرين عوضوا كتلة الاخوان والحقيقة احنا في الاكتفال اللي كنت عملناها اللي كنت تحدثت في الحلقة مع حضرتك عندما سألنا الناس هل شاركوا في الانتخابات قبل كده ففي 12% قالوا انهم مشاركوش في الاشتفكاء بتاع 2012 بتاع 2014 يعني دول دخلوا الى المشاركة السياسية في الاشهر القديرة الماضية واعتقد ذلك انت عويض للكتلة بتاعت الاخوان اللي قطعت الانتخابات بشكرك دكتور ماجد عثمان رئيس مركز بصيرة اللي استطلعت الرأي ومعي الهاتف زمينا الاساس ضيا راشوان نقيب الصحفيين الاساس ضيا وانت بتقرى الارقام بهدوء بقى بعد ما خرجنا من التخطية اليومية اللي كانت فيها كثير من التحليل اللحظي ايه اللي جزب انتباهك؟ الحقيقة صلى الله عليه وسلم يمكن الاساس دكتور ماجد عثمان ذكر بعض المؤشرات المهمة لكن يمكن ابرز هذه المؤشرات هو انه في الكتلة اللي خرجت والكتلة اللي دخلت لان احنا لو اخذنا بالارقام بهدوء وانتباه 12 ما اصطردنا ان الكتلة اللي قطعت دكتور محمد مرسي اصواتها في البطور الاول وخمسة مليون ومثل الف هي دي الكتلة الاخوانية وانها لم تقل ولم تتآكل على التطلاق فده معناه لانه في سبات عدد الناخدين تقريبا اللي قدامنا على الشاشة بقارق مليون تقريباً إنه هناك كتلة أخرى في حل المحل الخمسة مليون اللي خرجوا من الإخوان واللي حنعتبرهم مقاطعين الأمر الثاني إنه لو صح هذا التحليل إن هذه الكتلة هي كتلة بالفعل سبتة ما تعكلتش وفقات أكله 5 مليون زي ما هم بحقاً بنتكلم على 10% أو أقل بين 10% من المقيدين في المقيدين مقيدين 54 مليون يبقى بنتكلم على 5 مليون يبقى بنتكلم على 11 يعني حوالي 9% أو 8 ونص من المقيدين ودي أيضاً الكتلة السبتة للإخوان وده يؤكده اللي قاله أيضاً دكتور ماجد دكتور ماجد بالوقتي من إنه في الفيوم تحديداً والمحافظات في الوجه الإبلي اللي فيوجود فيها كثافة إخوانية الفيوم اتخفضت من حوالي 50% إلى 30% وكذلك الأمر في المينيا هنا بقى عايزة تفسيرك السياسي يا ضيا يعني كتلة الصعيد هي اللي حصل فيها انخفاض عن التصويت في الانتخابات الماضية لكنها فيها ارتفاع في التصويت عن الاستفتاء حقيقة هذه الكتلة فيها ارتفاع ارتفعت عن الاستفتاء لكنها انخفضت عن الانتخابات الماضية تفسيرك إيه؟ الحقيقة الصعيد مر بمرحلتين في انتقاله من تصويت اتجاه إلى تصويته في اتجاه آخر الصعيد اللي انا اخذناه في مجلس الشعب ومجلس السورة ثم في انتخابات لقافة الجمهورية الدور الأول وفي التحديد في الدور الثاني في 2012 كان اتجاه الصعيد بيسير فيه اغلبيته لصالح الاخوان والتيار ويمكن نتذكر في دور الاعادة ما بين مرسي وشفي بانه فيه تلاث محافظات يالسيوم والمينيا وبالاسويس ذات فيها التصويت لصالح محمد مرسي حوالي 700 الف صوت مجتمع هذا التصويت بدأ يتحول مع الاستفتاء على التصويت 2014 فهدنا في محافظات الصعيد ارتفاع في مستوى التصويت بشكل عام وارتفاع واضح جدا مثل الجمهورية ومجلية الجمهورية في اتجاه نعم المرحلة التالتة اللي شوفناها في انتخابات الرئاسة ان الصعيد في معظم محافظاته بدأ يأخذ الاتجاه العام يستجيه اليه تدريجيا يلنزل التصويت والاقتراب من 35% في المتوسط ومع وضوحه كبير في الاتجاه للتصويت للمشير عبدالتحسيسي وعيضا معبدالتصويت أستاذ حمدين والتصويتين الحقيقة ضد الإخوان وبالتالي الصعيد الآن يتعافى يتعافى من اتجاه غلب عليه منذ الاتفتاء 15 مارس 2011 لكنهم لم يكن ليتعافى مرة واحدة لأسباب كتير الحقيقة يمكن أهمها وأبرزها الأوضاع الطبيعة والاجتماعية اللي موجودة في الصعيد واللي بتدي فرصة أكبر لإتعافى الإخوان وإنصارهم للترويج وده علامة مهمة جدا الرئيس القادم أنه يشوف لازم ينظر إلى الصعيد الصعيد ومش بس ينظر أنا الحقيقة أتوقع وأرغب أنه الرئيس بعد إعلان أو إداءه اليمين أفتاح السيسي أن يكون الصعيد واحدة من محطات زياراته الرئيسية أن يكون أهل الصعيد زي بقية الجمهورية لكن أنا أتكلم بس بس من أوائل زياراته المحلية يجب أن يكون الصعيد الحقيقة أنا أعتقد هذا وأعتقد أيضا أنه ده هيبقى كفيل مع طبعا سياسات واضحة وهو أعلن ده برنامجه لدعم الصعيد وخاصة أنه لم يتعلق بخريطة مصر الجديدة اللي هي أعطاء شوافق لمحظات الصعيد وظاهر صحراوي من ناحية الأخرى ده حتعدل تعدين كزر للحياة في الصعيد وفي الأوضاع الاختماعية وأنا أظن أن الزيارة زيارة الرئيس الجديد إلى الصعيد مع بدء هذه المشروعات أنا أظن أنه سيكون كثير بتعديل أشياء كثيرة في التصويت القادم وألعب الحديث هل عندك مؤشرات طبعا الأرقام النهائية المدققة ما خرجتش نسا من العليا للانتخابات ودي كلها مؤشرات عندنا من المحافظات الأكثر تصويتا وأكثر مشاركة في هذه الانتخابات هو حتى الآن هي الأكثر محافظة الأقصر يعني هي أكثر تصويتا حتى الآن والمحافظات الزيارة الحقيقة كلها تتراوح في المتوسط 35% أقل خليلا لا بس المنوفية عالية أنا أتكلم على الصعيد صعيد الأقصر أعلى واحدة فيهم طيب قاطبة تنبقى في الجمهورية المنوفية طبعا واضح أنها بتحتفظ منوفية الصدارة وأيضا معها الغربية ومعها الشرقية وطبعا الملفت كمان أنه لا تزال القاهرة والإسجنبالية يحتفظوا بعفيتهم نحن عارفين أنه دايما في مصر كانت تقليدية من المدن متصويت أقل من الأرياف لكن القاهرة لا تزال تحتفظ بمعدل 50% تقريبا 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 تقليق قليلا وبالتاني دي كتل كبير الجيزة أيضا بما فيها من أرياف ولا ننسى أن جزء من ريس الجيزة أيضا فيه توابط إخوان وصائف لها دي كبير لكنها صواتت حوالي 700% هذه المرة أيضا وبالتاني الحواضر الكبرى في مصر هي اللي بتعدم في اتجاه التصويت الآن دي ليه حمدين حصل على هذه النسبة المتدنية وما جابش حتى نص الرقم اللي كان جابه فيه انتخابات 2012 في الجولة الأولى فيه عام كتير ومعقدة يعني أولا الناس حمدين المرة اللي فاتت أنا علينا تذكر معا بأنه كان فيه 13 مرشح وصف هؤلاء 13 كان الذين ينتسبون وينسبون أنفسهم ورى ضعب المساوطين أنهم منتسبين 25 يناير مباشرة كانوا ثلاث كان حمدين صباحي وأبو العزل الحليلي وخالد جميلنا المحامي خالد علي خالد علي الأصوات الحقيقة ذهبت بعيدا عن أستاذ أبو العزل أستاذ خالد علي إلى حمدين صباحي اللي فيه كتل تجمعت حوله ممن كانوا يرون أنه طورة 25 يناير في خطر في مواجهة كل المرشحين الآخرين هذه المرة هذه الكتل شاركت في صنع 30 يومي أو في معظم صنع 30 يومي ورأت أنه الذي يستطيع أن يحقق أهداف الصورتين معا هو عبدالفتاح فيه أكثر من حمدين صباحي وده كتل أنا رأيته عد بالملايين وليس في مئات الألاف وعشرات الألم ده العنصر الأول العنصر الثاني طبيعة المواجهة المرة الماضية كانت مواجهة بين المرشحين وليست الدولة المصرية في خطر الآن كانت مواجهة بين مرشحين والإحساس القوي لدى عموم المصوطين والناخبين أن الدولة المصرية في خطر وبالتالي عنصر الخبرة الموجود لدى المشير عبدالفتاح السيسي تغلب كثيرا على عنصر الثورة اللي موجود لدى أستاذ حمدين صباح واللي ارتبط الحقيقة يعني صفخا أو كذبا عند كثير من الناخبين لأنه عنصر الثورة بيعني تهديد الدولة وإنه يعني استمرار حالة القوضة وبالتالي انصرف قطاع آخر الشيء بتالت أنه الأربعة مليون أو الثلاثة مليون أو الخمسة مليون اللي حلوا محل مصوطي الإخوان كانوا في غالبيتهم اتجهوا مباشرة إلى المشير عبدالفتاح السيسي لأن هؤلاء كانوا أكثر شعورا بفكرة تهديد الدولة والخوف الحقيقة التجربة الإخوانية يا رميس أعطت درجة من الخوف والرعب عند المصريين بحيث كانوا يحتاجون ده 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 خليني لازم أسألك سؤال أن المصريين انحازوا للدولة وليس إلى ثورة أخرى المصريين شوفي عشان أقول السياقة أدق المصريين كانوا منحازين للدولة ولن يكونوا ضد الثورة لأنه المشير عبدالفتاح السيسي بالنسبة لهم بيمثل لتنين يمثل الدولة ويمثل الثورة لأنه 30 يونيو بالطبع لأنه هي المغامرة الكبرى اللي عملها مسير عبدالفتاح السيسي ومعه والطلحة والشعب قبلهم كانت مغامرة ثورية بدون شك لأنه كان 8 سادح كان ممكن يكون رقاب كل هؤلاء الناس وبالتالي هما مقرول ضد الثورة لكن كانوا هما أكثر نيازة لدولة تلي نجاح الثورة طيب تفر الأنصر الأخير أيضا أنه الباس حمدين عدد من الأصوات اللي كانت مع المرأة اللي فاتت حقيقة أخذت موقف المقاطعة المرأة كانوا في معظمه من السورية ده بقى خليني أسألك عن الأصوات البطلة الدكتور ماجد بيقول بيقدرها بأنها المبطلة عمدا لو من المليون ده 600 و400 عن خطأ أو جهل هل عندك نفس التقدير ولا شايفهم 200 بس أنا في تقديري كده إن هم 200 إذا قرنتهم بالـ 800 ألف أو 843 ألف السابقين بتقيمهم إزاي المبطل عن عند لا طبعا لو هستفضل بنسبة أبطاله بدون عند هتبقى هي نفس النسبة في الانتخابين تقريبا يعني لو بتحدث عن 200 ألف حسب تخبيرك أنا ممكن وفق على هذا التخبير 200 أو 250 250 في الحدود دي الانتخاب الحالي اللي هو الناس أسباب تتعلق بالتعليم أو ببعث النظر أو بغيره وبالتالي أظل عندنا هذه المرة خوالي تتربع منهم الصوت أنا أظن إن هم أبطلوا عمدا جزء منهم ربما يكونوا من الإخوان المسلمين اللي هم يعني مرغبوش أن يقاطعوا وأن يتركوا أثرهم على العملية الانتخابية وجزء منهم من شباب الثورة لا يعني معلش من المليون يا ضية يعني إذا كان المبطلين اللي كان الأصوات البطلية في الانتخابات اللي فاتت كانت 800 مليون صوت فالفي الانتخابات دي إع positioned عندنا أصوات بطلة مليون كم منهم متوقع إنهم عن عمد وكام منهم عن خطأ أنا أظن تلات ربع مليون على عمد تلات ربع مليون أظن تلات ربع مليون على عمد في قاتهم جزء منهم إخوان مسلمين بساءوا أن يبطلوا المشهد من الداخل جزء منهم سباب من الصوار اللي كانوا سيطين وده احنا شوفنا شعرهم اللي كانوا بيادوا حمدين للانتحاب وكانوا غير راغبين ومتأكدين من نتيجة المعركة الانتحابية وبالتالي كان يبقى نضع بصامتهم وجزء ربما من القوى السلافية اللي يعني بعضهم كان بيطيع قيادته في العلم ويرى ان هو بيطيع ربه في السر طالي يعطي صوته لأحد من المرشحين غير مقتنع بهم وبالتالي 750 ألف احنا نتكلم ايضا على نسبة حتى بالفياس بالتصويت العام نسبة طبعا ضعيفة جدا اه يعني حوالي 2% تقريبا او 1% من 10 من اجمال المصوطين اللي صوتوا عمدا بالقاطل ومن هنا يا نانيس الحقيقة انا انت في توصية لجنة المتابعة الدولية اوصد بيها وحنا الحياة كنا ايضا في اكترا اوصينا بيها في المرنامج هو ان يكون في خانة تلك انك انت لا تريد اي من مرشحين لانه ده بيدي اتجاه ده في حد ذاته اتجاه وده امر موجود في دول العالم في تطاقات التصويت انك انت حتى في التصويت عن التصويت بنعم او لا تقول حاجة تالسة انني لا ارغب بنعم او لا بشكرك زميلنا الاساس ديارة شوان واكيد لما تخرج الانتخابية الارقام بشكل اكتر دقة نقدر نشوف ايه اكتر محافظة ادت السيسي اكتر محافظة ادت صباحي اعتقد في لجنة واحدة في مسقط رأس حمدين صباحي في بلطيم هي التي تفوق فيها حمدين على السيسي باقي اللجان طبعا السيسي كان متقدم بشكل بفرق كبير ثم كانت في المرحلة التانية الاصوات المبتلة ثم في المرحلة التالتة كان حمدين صباحي طيب خلونا نرجع مرة اخرى لمراسم التنصيب ومعي على الهاتف سيد المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سيد المستشار مساء الخير وبعتذر على ابقائك على الخط مساء الخير يا سيد رميس اهلا بك يا فاندم يعني لو تقول لنا استعداداتكو للقسم او حلف اليمين باذن الله خلال اسبوع المقبل او خلال الايام القادمة يعني انا بستأذن حضرتك اولا ان انا اهني الشعب المصدي بنجاحه بامتياز انتخابات الركاس هذا النجاح تجلى منه المعدن الحقيقي للشعب الاصيل وكشف ظهره العظيم فدي مسألة تستحق التهنئة تماما يعني بالنسبة لنا احنا في المحكمة الدستورية العليا الحقيقة بنتطلع جميعا لعودة الرئيس الجليل عدل منصور لكي يتبوق منصبي لرئيسا للمحكمة ويباشر رسالته السامية بنفسعد جميعا لإعداد قاعات المحكمة باستقبال الضيوف ورقاعة الاحتفالات الكبرى في المحكمة بيجري إعدادها حالية لكي يتم أداء اليمين فيها بمشيئة الله والحقيقة اذا سمحتي لي انها هتكون تجربة فريدة في تاريخ مرح ان رئيس دولة بيعود الى بعد انتهاء مدة ولاياته العمل والاصلي وهذه التجربة سوف تكون ملهمة ليس لجنب فقط ولكن للأجيال التالية سوف تكون تجربة ملهمة للمصريين وللمنطقة العربية عموما لأول المسير كمان يا فندم انه عندنا لأول مرة رئيس يقسم أمام رئيس وانه كان فيه رئيس انتخب رئيس آخر يعني دي الحقيقة يعني خلاص التقاليد دي مكادش موجودة في مصر الحقيقة بصلابت فعني ما دي التجربة تجربة ملهمة جدا يعني ويعني اتمنى انها يعني تتكرر باستمرار طب اسمح لي يا سيد المساشر أولا أن أسأل حضرتك يعني إذن رئيس عدلي منصور سيحضر هذا الاحتفال بصفتي رئيسا مؤقتا للبلاد لحد ما يقسم الرئيس المنتخب المشير السيسي اليمين القانونية اليمين القانونية ثم في لحظة عداء اليمين القانونية هو رئيس البلاد بعد عداء اليمين القانونية بيتحول بيصبح الرئيس الجديد هو الرئيس الفعلي للبلاد خلاص يوزبع فهنا يبقى الرئيس عدلي منصور يعود إلى منصبه كرئيس للمحكمة الدستورية العليا للمحكمة الدستورية العليا هو كان منتدب ولا يا فندم يعني اشرح لي بالزبط لصيغة القانونية اللي هو كان فيها يعني هو كان يعني هو كان رئيسا مؤقتا بصفتي كرئيس لمحكمة الدستورية العليا بصفتي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا ما كانش انتداب بصفتي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا حضرتك طيب هل عندك معلومات ان رئيس عدلي منصور يريد ان يعود لعمله او يريد ان يباشر مهامه مرة اخرى ولا مش عايز ولا ايه معلوماتكو ايه لا والله دي مطروكة لسيادته بقى لكن هو الحقيقة كان باستمرار على الاتصال بينا وكان يعني على تواصل معنا باستمرار يعني وانا اتوقع وانا ان هو يعني يود ان يعود لمباشرة عمله قاضيا جليلا لان انا الحقيقة انا اعرفه من مدة طويلة او زميلته من سنة 2001 هو زميل فاضل وشيخ جليل من شوك القضاء يعني واعتقد انه طواق لان يعود الى منصوري السامية يعني ماذا تقول عن عدلي منصور بهذه المناسبة بانك حركة عملت معايا وربما كنت قريب معه في فترة من الفترة زميل فاضل زي ما قولت لحضرتك شيخ جليل من شوك القضاء لا يحيد عن الحق اطلاقا ويحرص على تحقيق العدل واعلاء كلمة الدستور في كافة المواقف حريص جدا يعني معما كلفه حسن سيد المستشار بنتوقع دعوة ضيوف من الخارج في هذا الاحتفال والله يفن اندي مطروكة لإقدارة المراسم في الرئاسة يعني مطروكة لإقدارة المراسم في رئاسة الجمهورية بالتنفيق معانا طبعا في المكامة الدستورية هل حيلقي الرئيس خطابه يعني رئيس عدلي منصور عندما عين أو عندما أقسم اليمين الدستورية ألقى خطابه في المحكمة الدستورية لابة هل نتوقع ذلك من الرئيس السيسي هو جرت العادة أن يلقي الرئيس بعد أداء اليمين القانونية بعد أداء اليمين الدستورية جرت العادة أن يلقي كلمة قصيرة إلى الشعب المصري العاصر يعني مش عايز أفكرك بس هالحريك كنت حاضر عندما كان مرسي العياط أمامكم بيقسم يمين الدستورية؟ كنت حاضر تذكر هذه هذا اليوم معرفش شكله إيه بالنسبة كانت حاضر وكان مؤتل يعني كان فيه شوية ملابسات حصلت كده ضروري حضرتك عرفها طب ما تتذكرنا بها سيادة المستشار؟ معلش فإنهم بقى فاتت خلاص لا يعني وقتها هو ما كانش عايز يقسم اليمين الدستورية أمام الكاميرات على ما أظن حاجة كده؟ بالضبط وكان عايز يقسمها في غرفة مغلقة بالضبط أفن يعني كثير يعني معظمنا اعتذر عن الحضور في هذه الحالة يعني وأصريته أن يكون القسم علي أصرينا أن يكون أمام الكاميرا وعلانية أمام الشعب كله وريس كم أه ما كانش عايز أنه هو يبين أن أولا أنه كان منزعج من المحكمة الدستورية طبعا لقرارها بحل مجلس الشعب وبالتالي ما كانش عايز يريد أن مشاعرك كانت إيه لحظتها يا سيادة المستشار أفنم؟ مشاعرك كانت إيه لحظتها؟ لأ ما إحنا حضرك إحنا عدد كبير مننا متنعك قال أنه اعتذر عن الحضور وطالما أنه لن يزعل على الهواء فاعتذرنا عن الحضور يعني لأنه كانت مسألة فيها تحمل شيء من الجرح للمحكمة والأعضاء المحكمة أنا مش عايز أقول إهانة لأني محدش ضلييني المحكمة الدستورية أبدا لكنه كان فيه جرح للمحكمة والأعضاء المحكمة طبعا يعني وتقليل من شأنهم يعني طبعا فعشان كده كانت مسألة يعني مش ضريفة أطلاقا يعني بشكرك وفي يوم من الأيام لازم هتكتبوا الكلام ده للتاريخ بشكرك سيد مستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ربنا لا يعيدها أيام الناس اللي مكادش بتحترم يعني إيه محكمة الدستورية العليا يعني إيه شيوخ القضاء ويعني إيه قامات جليلة في مصر يعني من لا يحترم القضاء من لا يحترم المحكمة الدستورية لا يمكن من أول خطواته الأولى كان واضح أنه شخص لا يحترم القضاء شخص لا يحترم الدولة شخص لا يحترم هذه المؤسسات ولا يحترم فكرة الدولة أساسا وكانت عنده فكرة أهلي وعشرتي لو تفتكروا كانت جملته الأول في خطابه الأول أهلي وعشرتي وكنا بنقوله إحنا المواطنون ولسنا أهلك وعشرتك نخرج فاصل وننسى الأيام دي ونتذكر أيام أفضل بعد أيام قليلة يقسم الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد اشتركوا في القناة